السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع حلقة جديدة وفيديو جديد والنهاردة هنتكلم عن اعدادات مهمة جدا هتساعدك بشكل كبير جدا وهتوفر لك في مساحة تليفونك الاندرويد بشكل ملحوظ جدا يلا بينا ندخل على طول على الفيديو عشان ما نضيعش وقتكم وهندخل على اول حاجة وهي الاعدادات هندوس على الاعدادات بالشكل دوة وندخل على البطارية والعناية بالجهاز كده وبعدين ندخل على مكان التخزين زي ما انت شايفين يا جماعة بتقدر تعرف من هنا كل حاجة في جهازك واخد قد ايه من المساحة والحاجات كمان اللي بتستخدم معظم مساحة التخزين اللي على جهازك في الميموري الخاصة بيك زي ما انت شايف وهتلاحظ طبعا ان اكتر حاجة بتاخد مساحة التخزين هي الصور والفيديوهات وموضوعنا النهاردة هيكون عن الصور لان الفيديوهات طبعا كده كده محتاجها بتخليها لكن الصور اللي هي بتبقى واخدها مساحات كبيرة جدا هقول لكم النهاردة على خدعة جميلة قوي وحيلة حلوة جدا هتوفرلك في مساحة الموبايل بتاعك بشكل كبير جدا هنعرف في الفيديو ده ازاي نقدر نقل الكمية الصور ومقاطع الفيديو اللي على تليفونك واللي لو عملت بكده بالتأكيد ممكن تضاعف مساحة التخزين اللي عندك كل اللي انت هتعمله هتروح على الكاميرا بتاعتك وبعدين نروح على الزر الاعدادات ده بتلاقي هنا طبعا زي ما انت شايف معظم اعدادات الخاصة بالتصوير بتاعتك بننزل على خيار اسمه صور بفعالية عالية زي ما انت شايفين اللي هو اللي تحت ده بتلاقيه غير مفاعل لما بتفعل الخيار دوت بتلاقيه مكتوب عندك هنا يمكنك توفير مساحة بالتقاط الصور في وضع الصور او الصورة بتنسيق الصور العالية الكفاءة لا تدعم بعض التطبيقات ومواقع الويب الصور بالتنسيق ده عشان تخلي بالك ان انت هتوفر صحيح في مساحة الصور بتاعتك اللي بتلتقط ولكن في بعض التطبيقات وبعض المواقع مش بتدعم التنسيق ده او الامتداد ده دي اول اختيار عندنا واللي هيوفر لك في مساحة التصوير بتاعتك بشكل كبير جدا الاعداد اللي بعد كده هننزل على في خيار مقاطع الفيديو هتلاقي في حاجة اسمها تقليل حجم الملف موجود هنا مكتوب يا جماعة زي ما انت شايفين يمكنك توفير مساحة من دون التطحية بجودة الفيديو سيتم حفظ مقاطع الفيديو بتنسيق هتفعل الخيار ده بالشكل ده الجديد يعني اللي انت هتصوره جديد ازا كان صور او فيديو هتلاحظ فرق في المساحة كبيرة يدا مش الفيديوهات والصور اللي متصورة في القبل كده يعني خلاص اللي تصور قبل كده ده خلاص بنفس التنسيق وبنفس المساحة بتاعته ودلوقت يا جبعة احنا هنجرب ناخد صورة قبل ما نغير الاعدادات وصورة تانية بعد ما نفعل الميزة ونلاحظ الفرق في المساحة نلغي تاني تفعيل الخيار دوت وبعدين صور بفعله عالية ونرجع على الكاميرا زي ما اتفقنا وناخد صورة كده خدنا صورة هوتا جماعة ندخل على الصورة بالشكل دوت وندوس على ثلاث نقطة اللي فوق ونعمل تفاصيل بصوا جماعة هتلاقي المساحة للصورة 240 من 100 طيب نعمل بقى الخيار اللي احنا اتفقنا عليه دلوقتي ندخل على الاعدادات ونفعل صور بفعله عالي ونروح تاني على الكاميرا ونلقط لقطة صورة كده وندخل تاني على الصورة اللي خدناها وندوس على الثلاث نقطة وتفاصيل بصوا يا جماعة الصورة نفس الصورة بقت اقل من 1 ميجا يعني 897 كيلو و 68 من 100 طبعا ده يعني تجربة كده قدامكم علشان تعرفوا ان الاعداد اللي احنا اتكلمنا عنه دوت بيفعل او بيقلل فعلا من مساحاتك وخد عندك بقى كل الصور بتاعتك اللي انت بتصور فيها طول فترة استخدامك لتليفونك بتوفر معاك قد ايه لو انت فعلت الاختيارين دولت ولكن خلي بالك زي ما قلت لك قبل كده ان الوضع ده او التنسيق ده مش مدعوم من بعض التطبيقات او مش هتعرف تشارك او تشير الصورة دي على تطبيقات معينة يعني معرفش هل ممكن يكون الانستجرام او تطبيقات معينة معرفش لكن تخلي بالك وانت بتعمل وانت مع التجربة هتعرف لكن ده هيوفر معاك مساحة رهيبة جدا وده كان فيديو النهاردة يا جماعة يا رب تكونوا استفدتم به بشكركم ونتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته